فتحت على الفسيخ اللي انا مخليله في البيت وياريتني ما اسمعت كلامهم ولا فتحت عليه بصراحة يا جماعة انا ندمان انا ندم شديد هتعرفوا ده كل في الفيديو وياريت تتابع الفيديو الاخر عشان لو حابة نيت تخليلي تسمع الكام كلمة دول اللي هقولك عليهم يلا نبدأ على براكة الله ونصلى على حبيبنا المصطفى اللي هيشفع فينا يوم الدين اول حاجة لما نيجي نخلي الفسيخ لازم نجيب من محل يكون موصوق منه ما نجيبشه من الناس اللي تبقى فرشة في الشارع ولما نخلي الفسيخ لازم يكون البوري لسه طبعا جاي دي الوقت بالطينة بتاعته جاي طازة زم انتوا شايفين كده ويفضل لما تيجي تخليلي حاول انت تخليلي يا اما السمكة الكبيرة يا اما الوسط الصغيرة بصراحة بحس ان هي ما بترميش لحمة خالص غسلته كويس جدا وشهته تحت المياه كده اي ولاد انت تعودي اي حاجة ما تمسكيها سواء لحوم او اسمكة او ايا كده حتى فكهة او خضروات المهم ان انت تشاهد الحاجة كده وتقول اشهد انا لا اله لالله وانا سيدنا محمد رسول الله بعد منضفته كويس جدا من اي طينة برص الراس انتوا شفتها دي واسيبه يعني عن راس اخلي تديل فوق الراس تحت لحد ما تصف المياه فاي مصفة عندك بعد كده بجيب مناديل وببدأ بالشكل انتوا شايفينه ده حاولي حط المناديل وانشف اي دمه واي مياه موجودة في راس السمكية نفسها وكمان ده ما يمنعش ان احنا نسيبها تجف خالص وتنشف لحد ما نتأكد ان هي خلاص ما عادش فيها اي نسبة سوائل بعد ما حطيت فيها مناديل بالشكل ده هسيبها رجاحة تاني المصفة واغط عليها باي غطة يكون سلك كده وحطها في مكان جيد التهوية يعني تحط الطبق ده تحت المروحة او في مكان فيه تكيف يعني الجو حار اليومين دول بعد مرور ثلاث ساعات بشيل المناديل دي وبحط المناديل تاني يعني انا كده سبتها ست ساعات بس بقليبها للناحية التانية واغط عليها تغط عليها من اي حشرات او دبان يا جماعة وهموش زي ما قلت لكم لو جه اي حشرة على الفسيخ اعرفي بقى ان ان خلاص الفسيخ بتاعك بول فخلوا بالكم بالله عليكم الخطوة دي شلتي بقى المناديل شايفيني السمكية مخشبة معايا ازاي خديها بقى ولينيها من عند الديل بصوا اوعي تيجي ناحية البطن بجدة هتزعله بعد ما تخليلي الفسيخة وتيجي تاكل اللحمة بتاعتها هتلاقيها مررة عشان ده غط على البطن افتكروا اني قلت لكم لينوا من عند الديل بس هجيب معايا الملح الصخري ده عشر معايا يعني كل براية عليها معلقتين الملح الخشن او الملح الصخري خدت منهم اربع معالي ونزلت عليهم بمعلقة من الشطة ونص كباية من الزيت واجيب معايا كيس كيس بقى يكون متين حلو كده ويكون كبير باجيب نص كباية الزيت وحطها في الارضية وبعد كده باجيب رشة بسيطة كده من الملح واجيب كل سمكية ومن عند الراس كده مش لازم يا جماعة تجبسوها باللعل ما تجبسهاش ولا حاجة بصوا على السريع السريع كده هرص كل السمك جنبي بعض بالشكل انتوا شايفينه ده انا عايزاكم ما تكطروش ملح ما تفتكريش اني نسبة الملح اللي انا حطها دي قليلا لا لا ما تقليش خالص لا هيتهري ولا يحصل له اي حاجة هتشوفوا معايا الفيديو الاخره هتلاقي السمكية كده زبدة عسل عسل كده لا هتقولوا فسيخهم ممكة بقى ولا فسيخهم مرقية هما اللي اتنين بصراحة عسلات بس بصراحة عمر ما جربت منهم بس كل بشهادة الناس اللي دقوا منهم بشكروا فيهم تسلم ايديهم وربنا يبرك يا رب اللي كل واحد بيكتهت في شغله بصوا بقى اهم حاجة بقى واخر خطوة الخطوة دي انا عايزاك تليف فيها لفة ولا لفة كده اقول ايه الميت في كفنو ما هو ميت يا جماعة ما نجي نفتح عليها هتعرفوا بقى ايه المهم في كل كيس تحطيه تتأكدي ان الهوى يطلع كويس جدا من الاكياس لان الخطوة دي اللي هتخلي معاك السمكية تنجح معلش هو احنا خلاص خلصنا يا جماعة بس انا عارفة ان الفيديو المراد طول عليكم بس بصراحة انا عايزة اللي يعمله يدعي لي من وراء الفيديو ده لان بجد انا عملته بدري وبقول لكم مشانا اقولتكم انا اندمت خلصوا يا جماعة وشرطوا علي تاني ان انا اعمله ولسه مخلي لهم بارح فبصوا انا خايفة كمان بعد سبع تيام افتح عليه وطلبوا مني تالت فبصراحة لما تيجي تعمليه ما تعملوش قبل يوم شامل نسيم بسبع تيام بس لان من حلوته لو عملتي بدري ازاي كده هتفتح عليه يعني بألف هانا وشفا هيخلصوه لما خلصوه عندي كده بصوا لفته ازاي ما استكفتش بوراء الستريتش لأ كمان بالبلاستر جبتي هنا عندي اي طبق بلاستيك عندي اللي يغطى كده بغطى عليه لاني طبعا انا مش عايزة اي حشرات تيجي عنده وكمان انا حط عليه ضغط حاجة ضغط كده عندي كيس ملح خشن تمام احطه كده على الفيسيخ بتاعي تمام عشان خاطر يعني زي ده ضغطة كده عشان الملح بتاعي كله يدوب معايا حطي بقى في مكان يكون دافي يعني ولا ساعة ولا دافي بصراحة حطيته عند الانبوبة جنب البوتاجاس كده بعيد عن ايد الولاد وبصوا مهما ريحته بقى تطلع ما تفتحيش عليه هتلاقي ريحته تطلع بعد يومين تلاتة كده ما كيش دعو به بس انا عايز يكي بعد ثلاث يوم تقليبين ناحية التانية وهكذا بعد سبع يوم ده اليوم السبع بقى انا فتحت عليه يوب بقى اول ست ايام تلاتة وثلاثة هنخلي زي ما احنا تلاتة ايام وبعد كده كمان تلاتة هقريبوا عن ناحية التانية وليوم السبع بقى على الاخر النهار كده نتغدنا به تمام لما لقوا بقى يا جماعة قالوا لا احنا هنأكل يعني هنتغدى به النهار ده بعملي تاني وبقى الف هنوشي فبصوا يعني اللهم صلى على سيدنا المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام صالوا على النبي يا جماعة بالله عليك وتحت في الكومنتات وعبال كده من يفتحوا مع بعض جايبالكم تطبيق حلو قوي يا جماعة للناس اللي حابة تتعلم وصفات وحاجات جديدة للطبخ بيشتغل بدون انترنت التطبيق اللي انا سيبه لكم ده يعني يعني اللي عايز يعني يسلي وقته ويتعلم حاجة مفيدة ما عليكم اللي غير اللي انتو تضغطوا عليه وتحملوا فقط لغير ويتفرجوا بقى في اي وقت ولا محتاج نت ولا الهواء والتطبيق التاني ده بقى بصراحة انا حد قال عليه وبشكر في اوه والله العظيم يا جماعة وبقول في ناس اشتغلوا عليه وخدوا منه فلوس ما عليهم ان هم حملوا الفيديو وشغلوا فيديوهات بس انا بقى بتزميته قدامكم بالتطبيق ده في حاجات حلال وفي حاجات حرام انا مش عايزيكم تتفرجوا على الحاجة للاسف يعني تكون حرام تتفرجوا على الحاجة تكون وتفيد دنكم واجتمعكم هو زي زي اي تطبيق الحاجة اللي هي مش كويسة عدوها ولا اكنكم شفتوها بصوا بقى فيه هناك حاجات تعليمية وفيه كوميدية وفيه طرفهية وفيه كل ما تشتهل انفس بس بالله عليكم بالله عليكم واستحلفكم بالله اي حاجة حرام ما تتفرجوش عليها نصيحة بقى من اختكم ربنا دايما بيبارك في القرش اللي بيجي من حلال والله العظيم انا ما كان في دماغي خالص ده حد بشكر فيه وبقول ان هو مجرد ان احنا تتفرج على الفيديوهات واعلانات بينزل لنا فلوسه وسحبه يعني ما فيش فيه حاجة خالص ما تقلقوش انا منزله عندي على الموبايل وامان وما تسمعوش كلام حد يقولوكو ده نصب ولا لا 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 الحمد لله ربنا يا ربي يبعدنا عن الحرام وانا مش هفضل اتكلم ولا دافع عن نفسي تحت في التعليقات وارد عن ناس اللي بتقول ده نصب هم حرين براحتهم التطبيقين بقى اللي انا اتكلمت معاكم فيه انا سابق لكم تحت في التعليقات اواتلوه عنده على البيض وضغطوا عليه وحملوه طبعا انا نسيت نفسي بقى ونسيت اقول لكم انا وانا بفتح كده كلتلي فسخية كده نقنقت فيها مجرد نقنقة والله العظيم نقنقة بس كده اظن اللحمة هو ولا اللحم باش مني ولا الملح قليل ولا الكلام ده كل وحيات ربنا انا جايب الطريقة دي من اكبر فسخانة عندنا ببقى عليه لحم كده لحم كده من الناس والبشر عشان يحجزوا الدور وجايبة من المحل ده كمان السمك وفسخاه وهو اللي قال لي هو ده يقبله اللي هيتفسخ يعني هو اللي قال لي ده البوري ولازم يكون طازة وجايب بالطنة بتاعته يعني لازم تنظفيه اهم حاجة ولازم تقفليه كويس جدا وما تكطرش ملح وافتح عليه في يوم السابع بتوكله على الله وما تقول اه وانست اقول لكم والنبي عليه الصلاة والسلام وصع على سابع جاور وانتو اعز من جيراني والله ما تضغطوش يا جماعة على الدين اصد على البطن وانتو جانت لينوها لا اضغطو على الدين اوعي تضغطي على البطن اللحمة بتاعتك هتمرر حاجة بقى زي العسل انا مش عارفة اتكلم يعني انا عمل ابص عليه وانا بصراحة عايز اه او ما افتح لان لسه عاملا بس لسه متعامل ايه المهم لو انت خللت بدري وعايز اتحفظي اه فاصصي وحطيه في طبق او برطمان وحط عليه زيت كتير وقرني فلفل يكون حامي كده او لو مش عندك حط رشة من الشط زمان حطيت كده ده لو انت عايز تحفظه عندك في التلاجة انا لو في الفريزر حطيه بحاله كده اغسليه وحطيه بحاله مش هيحصله اي حاجة وفي نهاية الفيديو استودعكم الله